وأننا قادمون الجرائم المنسوبة لداحش في العراق تحت دائرة الضوء مرة أخرى فريق أممي يقوده المحامي البريطاني كريم خان بدأ مباشرة عمله في العراق بالتحقيق وجمع أدلة حول جرائم التنظيم ولسيما المجازر والتعذيب والخطف مثل ما حدث مع الأقلية الإيزيدية المحققون الأمميون في العراق سيعملون على أمور عدة منها جمع وحفظ الأدلة فحص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة فحص إبادة جماعية محتملة التحقيق في كل الجرائم المنسوبة لداعش الجهد الحالي للفريق الأممي يأتي بعد أن تبنى مجلس الأمن العام الماضي مشروع قرار بريطانيا لفتح هذا التحقيق ومحاسبة مرتكبي جرائم داعش القرار الأممي 2379 حظي بالإجماع داخل المجلس من جهة أخرى كانت المحامية وأمالك لوني تبنت قضية السبايا الإيزيديات لدى داعش والعذابات التي عاشتها هذه الأقلية على يد التنظيم يشار إلى أن داعش متهم بارتكاب مجازر عدة وعمليات خطف ومن بينها إعدام نحو 1700 شخص في قاعدة سبويكر العسكرية العراقية ومذبحة أخرى بحق الإيزيديين في سنجار والواقعتان حدثتا في العام 2014 ميس الحربي آلة عربية